اهلا بكم الى عالم الاقتصاد كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن استمرار معرقلات استئناف تصدير نفط كردستان العراق عبر خطي جهان التركي قال نائب رئيس اللجنة نهره محمود ان بعض الجهات السياسية في وزارة النفط العراقية غير وجادة في عادة استئناف تصدير نفط كردستان عبر خطي جهان التركي لأسباب كثيرة ومنذ توقف تصدير نفط كردستان في آذار الماضي قامت وزارة النفط الحالية بتعويض نفط كردستان والبالغ 400 ألف برميل من النفط ومن المحافظات الجنوبية للحفاظ على سقف تصدير النفط في منظمة أوبيك أعلنت شركة أبو ضبي الوطنية للطاقة أنها استكملت عملية بيع حصتها البالغة 47.40% من حقل تروش النفطي في كردستان العراق وذكرت الشركة في بيان لها أنه تم بيع الحصة إلى شركة جنرال إكسبلوشن بارتنزرز وذلك عبره شركة طاقة انترناشنال بي في التابعة والمملكة بالكامل لشركة أبو ضبي وأبرمت الشركة في مطلع العام الحالي اتفاقاً مع شركة جنرال إكسبلوشن بارتنزرز البريطانية لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في كردستان العراق أكد المركز الاستراتيجي الحقوق الإنسان أن عدد العمال الوافدين إلى العراق حسب المؤشرات بلغ مليون عامل أجنبي يعملون كلهم بصورة غير شرائية وبيّن رئيس المركز فاضل الغراوي أن عدد المسجلين من العمال الأجانب لدى وزارة العمل بلغ 43 ألف عامل في العام 2024 مشيراً إلى أن معدل البطالة العمال في العراق قياساً للعمالة الأجنبية غير المسجلة بلغت نسبة 26% أظهرت بيانات رسمية في الأردن استحواذ الضرائب على 75% من إجمالي لإرادات العامة للبلاد في الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام جاري وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني ارتفاع العوائد المتحققة من الضرائب خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار الماضي إلى حوالي أربعة مليارات ومئة مليون دولار أمريكي نتيجة الارتفاع بعض البنود المكونة لها المكونة لها بخاصة الإرادات الضريبية المتحققة من الضرائب المختلفة على ضربتين المبيعات والدخل وكذلك الرسوم الجمركية قالت وزارة المالية في مصر إن الحكومة تخطط للجوء إلى سوق الدين المحلية وتجربة أدوات دين جديدة في إطار سعيها لخفض عجز الموازنة خلال العام المقبل وقالت الوزارة إن عجز الموازنة في العام المالي الفين وثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين بلغ خمسة مليارات وخمسة مئة مليون جنيه مصري بما يعادل عشر فاصل ثلاثة مليارات دولار أمريكي مضيفا أن دعم الوقود ارتفع إلى واحد وثلاثين بالمئة على أساس سنوي في العام المالي للفترة نفسها ليصل بذلك إلى مائة وخمسة وستين مليار جنيه مصري بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى مائة وثلاثة وثلاثين مليار جنيه مصري أسعار العملات والمعادل نتابعها وإياكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا وإلى اللقاء